موسيقى تحية لكم كرم رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد الرياضيين الحائزين على ميداليات متنوعة ومراكز متقدمة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس وخلال استقبالهم في قصر السلام أشاد رئيس الجمهورية بالإنجازات الكبيرة التي حققها الرياضيون الأبطال في دورة الألعاب البارالمبية ورفعهم اسم العراق عاليا في المحافل الدولية الرياضية ليصبحوا محل فخر العراقيين جميعا لافتا إلى أن أبطالنا قدموا أروع صور الشجاعة والتحدي بمختلف الظروف وأضاف أن البطلة نجل عماد وجهت صفعة كبيرة للإرهاب عندما تحدت الظروف لتنال الميدالية الذهبية وتعكس عزيمة وشجاعة المرأة العراقية إلى جانب الأبطال الآخرين الذين حققوا نتائج متميزة حافظ منتخبنا الوطني على مركزه الخامس والخمسين عالميا في التصنيف الجديد بحسب ما نشره موقع الاتحاد الدولي لللعبة واحتفظ منتخب الأسود بمركزه دوليا برصيد أكثر من ألف واربعمائة وخمسة وثلاثين نقطة أما على الصعيد القاري فقد حافظ العراق على المركز السادس على مستوى منتخبات آسيا بعد اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا وقطر فيما حل العراق بالمركز السادس عربيا بعد منتخبات المغرب والجزائر ومصر وتونس وقطر أكد مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد جاهزية ليوث الرافدين للمشاركة في تصفيات كأس آسيا بتايلند والتي تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي عماد أشار إلى أن خوض المنتخب العديد من المباريات سيعزز موقفه في التصفيات خاصة المباريات المحلية ومباريات الدولية خذنا كثير من المباريات آخر مباريات كانت هي مباريات البحرين اثنين مع الفريق اليمني ايضا اثنين ومع الفريق الصيني اثنين تقريبا ست مباريات بالشهر الأخير أو بالشهرين الأخيرة هذا كان استعدادنا للتصفيات الكل يعرف أنه دائما واحد يحضر للتصفيات من أجل التوهل إلى النهايات النهايات من أجل التوهل إلى كأس العالم وأيضا المنافسة على البطولة احنا غالبا ما نعد فرق من أجل صناعة لاعب يعني احنا هذا الفريق الثاني بالأربع سنين الأخيرة عدينا فريق ممتاز جدا غالبي تلاعبين راحه لمنتخب الولمب والمنتخب الوطني بالإضافة لأنه هذا الفريق أيضا جاي نعده من أجل المنتخب الولمب والمنتخب الوطني القادم وبنفس الوقت لتحقيق نتائج إيجابية مع هلال اللاعبين وهذا مبدأ عملنا من البداية مع الاتحاد شون نأسس فرق ممتازة بأعمار مهمة جدا وحقيقية لنوسع القاعدة للمنتخبات الوطنية الأولمبو الوطني فبإذن الله إن شاء الله جايتنا التصفيات ندخل بعد فوزنا على الصين في مباراتين وفوزنا على البحرين وفوزنا على اليمن أكيد رح ندخل للتصفيات ونحن بكل قوة على تحقيق نتائج إيجابية والتاهل إلى النهائيات عقدت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء مؤتمرا صحفيا لشرح خططهم المستقبلية للارتقاء بواقع النادي وإعادته لمنصات التتويج من جديد مؤكدين أن المدة المقبلة سيتم استلام النادي من قبل الإدارة الحالية ناقشنا بهوائي أفكار لقينا أنه يعني أكو هدف سامي أنه تطوير نادي الزوراء أمانتين يعني ما جاي أجامل الأخوان بس فعلا أكو هدف سامي تطوير نادي الزوراء يعني كل قاعدة عدد جلسات اللي كنت جلستين باحدنا بس اجتماعين تخللتها هواي محاور وأيضا اتصالات فالأخوان واقفين على هواي سلبيات وحابين نطورها ونتجاوز إن شاء الله هذا من جانب الجانب الثاني يعني نسمع أنه نادي الزوراء دائما يوقف بعوز مالي وعجز مالي بنص الموسم بنهاية الموسم وغير قادر على يعني تلبية المطالبات الفنية والمعالية والدارية ننتظر نتيجة البت بهذه الطعن نتيجة الطعن بهذه القرار اللي أعتقد موجود حانيا في مركز تسوي التحكيم رح يصدر قريبا ونتأمل إن شاء الله لهذا احنا كترة دساؤلات وكترة الوسط الرياضي يعني أصبح في خاصة جماهير نادي الزوراء في شكوك شنو إدارة مرتين تحل إدارة وميسر السلام وتسليم لهذا استغلنا هذه الفترة بتحليل بيئة النادي ووضع برامج الخاصة اللي نعتقد بأن تنهض بالنادي من جديد خلال مرحلة إن شاء الله استلامنا حتى تكون هذه البرامج والأفكار كلها جاهزة هذا السبب حقيقة سبب من إعقاد هذه الندوة هذا الحضور المميز من إعلاميين من خبراء لعبين الزراء القدماء كلها لأجل توضيح ما ستقوم بالهيئة المواقعة خلال هذه التشهر الموجودة ولو فترة قصيرة بس إن شاء الله العمل يكون مكثف حتى نقدر نخلي أسس العمل مستقبلي تنطلق مباريات دور نجوم العراق لكرة القدم اليوم الجمعة بلقاء يجمع فريق دهوك وفريق الزوراء في ملعب دهوك والتي تمثل أول افتتاح منافسات دور نجوم العراق خارج بغداد كما يشهد اليوم مباراة بين فريق أربيل وضيفه ديالة ضمن الجولة الأولى للدوري التي سيحتضنها ملعب فرانسوا حريري في أربيل ما أجمل دورنا الذي سيبدأ بشغف الجماهير العراقية المنتظرة للحلة الجديدة لدور نجوم العراق بنسخته الثانية وساعات قليلة تفصلنا على انطلاق سفارة الافتتاح الذي سيجمع فريق دهوك بضيفه الزوراء لحساب الجولة الأولى عدينا عدة لهذا المباريات وصارنا حوالي تقريبا شهر وعشر تأيام عدينا الفريق عدة جيدة وشان عدنا معسكر أربيل ومن خلال هذا المعسكر أجرينا أربع مباراة ودية والمدرب يقف على النقاط الضعف والقوة للفريقنا وللفريق الزوراء وندعمنا الله سبحانه وتعالى تعرف باشر تلعب ويالزوراء زعيم كرة العراقية وراح يحضر جمهور غفير في هذا المباراة اللاعبون تنتظرهم مهمة صعبة وهم يتطلعون لأن يكونوا أقوى على الرغم من قوة المنافس لكن هذا لا يمنعهم من تحقيق طموحهم مثل ما تعرف يعني كيد أول مباراة بالدورة افتتاحية ويالزوراء كيد تكون مباراة صعبة بس إن شاء الله يعني أنه فريقنا يكون جاهز ونحقق نتيجة طيبة إن شاء الله لدينا لاعبين جدد ومدرب وكادر فني جديد ستكون مباراة قوية ضد خصوم ممتاز وسنقدم أفضل ما لدينا مباراة ليست بسهلة لفريق دهوك وبالخصوص إنها مباراة الافتتاح لدوري نجوم العراق وعلى الرغم من قوة الفريق المنافس فريق الزوراء سيف الخرسان العراقية والرياضية دهوك الكرام وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من دهوك عماد الركاب تحية لك عماد وأهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة نعم مساء الخير جميل تحية طيبة لك ولكل جمالنا نانا في الستودم عماد حدثنا عن مباراة اليوم بصورة عامة وعن الأجواء في دهوك نعم مباراة اليوم مباراة مهمة جدا خصوصا إذا ما عرفنا بأنها هي افتتاح دوري نجوم العراق للموسم الثاني فريق الزوراء وصل لمحافظة دهوك مساء أمس وبالتالي هو فريق جاهز باستثناء غيابات المحترفين اللي راح يكونون محاضرين معها ثلاث المحترفين أما بالنسبة لفريق دهوك على الجانب الآخر أيضا فريق دهوك جاهز لهذه المباراة بصفوف مكتملة دهوك الذي يبحث عن مشاركة في بطولة الخليج للاندية وأيضا أن يقدم موسم مختلف في هذا العام بالتالي جميع الأمور اللوجستية هي جاهزة لهذه المباراة هناك أيضا شخصيات كثيرة من الرياضيين سيكونون متواجدين في الملعب هناك دعوات كبيرة وصلت لرياضيين عراقيين وأيضا لشخصيات إعلامية ورياضية من خارج البلد بالتالي اليوم إن شاء الله نتمنى أن يكون افتتاح جميل يليق باسم دوري نجوم العراق وأيضا باسم محافظة دهوك التي تحملت على عاتقها هذه المرة بأن تكون الافتتاح الأول لدوري نجوم العراق أن يكون في هذه المحافظة ثم في المواسم المقبلة إن شاء الله سيكون في باقي محافظاتنا العزيزة نعم مراسلنا من دهوك الزميل عماد ركابي شكرا لانضمامك معنا في هذه النشرة ولكل هذه المعلومات شكرا لك عماد أكد رئيس نادي دهوك الرياضي عبدالله جلال أنه سعيد باختيار الاتحاد لمحافظة دهوك لتكون مكانا لافتتاح دور نجوم العراق للموسم الحالي داعيا الجهات الحكومية الاستمرار بدعم الأندية العراقية مفرق بين هذا الموسم وموسم الفات أنتم كأخوص صعفين راح يتقررون نسأل الفرق نحن قمنا بافتتاح الدوري العراقي هذا شيء جديد ونحن كبنية تحتية غيرنا هواية كما كانت في نادي دهوك وإن شاء الله كل مبارات راح يصير أكتب يطيب نشاطات في نادي دهوك صحيح كل سنة وراء سنة لازم نحن نطور كل مجالات الفئات العاورية ونية التحثيات بصراحة جبنا مدرب محترف من سويت وخمس لاعبين من دوريات مختلفة في أوروبا وست لاعبين محترفين فهدفنا مركزنا نستيقى أحسن من العام هذا السؤال واحد شهر مليون بصراحة استعداداتنا كل جمتازة يعني أكون القوصات صراحة وكل أنت يعني مجال ما صار هو فإحنا طموحنا يصير مركز نادي دهوك يصير أحسن من العام ونحاول نعزز فريقنا وإحنا جايبين أكثر من خمس لاعبين من دوريات الأوروبية قبل هم كنت لكم وست لاعبين محترفين زيانين بصراحة فكرة القدم توفيقات توفيق هنا بب إن شاء الله أتمنى أن ناشد السيد الرئيس الوزراء محمد شاع السوداني يعني شوف أندية الأقليم الكردستان مثل أندية الجنوب والوسط يعني هو أنت الفلوس استثناء أندية الأقليم يعني ما عرف شنوها أي سبب هذا الرياضة يعني بصراحة هو رجل كريم أتمنى نوصل رسالة جناظه الكريم الاهتمام بافتتاح دور نجوم العراق هذا الموسم عده الإعلام الرياضي أمر إيجابي لنقل صورة جيدة عن التطور الحاصل بالدوري المزيد في سياق هذا التقرير بيات العام الماضي ستقل وشيفنا طلاعها من البداية أنه عملية منح راحة أكبر للفرق عملية بداية الدورة من نهايتها هذه أمور يعني جيدة يضاف إلها أنه أن يكون الافتتاح في ملعب نادي من المحافظات وهذا في الشيء جيد اليوم شاهدنا فعل كبير في ملعب دهوك تحضيرا لهذه المناسبة العزيزة حقيقيا ينطلق الدوري اللي هي أقوى مسابقة عراقية اليوم ما شاهدنا من حديث للدكتور عبدالله جلال رئيس النادي بالتأكيد حمل في طياته كثير من الأمور الجميلة اللي ممكن أن نمشي عليها في السنوات المقبلة في أن يكون الافتتاح في كل محافظة نأمل أن تكون هذا الافتتاح فعلا يليق بإدارة نادي دهوك اللي كانت جادة في العمل وعلى قدم وساق من خلال رئيس الدكتور عبدالله وبقية أعضاء إدارة نادي دهوك اللي أكل لهم كل الاحترام والتقدير على هذه الجهود المفذولة لإنجاح افتتاح الدولة العراقية اللي سيعكس أكيد على الكرة العراقية قطر مبارك وعكي الموفق إدارة نادي دهوك وهي تجربة جديدة على الكرة العراقية نتمنى أن نكون متشد المواسم الأخرى أيضا مباراة الافتتاح مباراة المهمة مباراة النهائية لبطوة الكأس في إعداء محافظاتنا حقيقة ما قدم إدارة نادي دهوك وإساعدات ممتازة من خلال خامة الحافية من خلال المباراة المهمة مع الزورة اليوم إدارة نادي دهوك خطط خطوة نحو الأفضل في سبيل حطاء صورة جميلة وصورة مضيئة للعالم والاتحاد لآسيا وبين العراق بلد مستعد أن ينظم أي بطولة موجودة وعلى مستوى عالي من الدقة والترتيب أنهى فريق أربيل تدريباته استعدادا لمواجهة فريق ديالة على ملعب فرنسو حريري ضمن منافسات الجولة الأولى لدور نجوم العراق فاضل الحمداني والتفاصيل يستهل فريق أربيل مشواره الكروي في دور نجوم العراق للموسم 2024-2025 بمواجهة الوافد الجديد فريق ديالة على ملعب فرنسو حريري يوم الجمعة في أولى محطات الفريقين عند الجولة الأولى بالنسبة للجهزة أول مباراة بالدورة دائما يكون كل المستوى الفرق متساوي لأن فترة الأعداد كانت فترة قليلة بالنسبة لنا كنادي أربيل بس هذا ما يمنع أن طموحنا بثلاث نقاط هذه المباراة خصوصا المباراة تكون في أرضنا وملعبنا بين جمهورنا طموحنا ثلاث نقاط إن شاء الله أربيل عزز صفوفه عبر مجموعة من التعاقدات سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين من أجل عودة الفريق إلى المنافسة مرة أخرى بين كبار فرق الدوري نحاول أنه هذا الموسم يكون مختلف عن الموسم الماضي من كل النواحي من الإدارية والفنية بالتأكيد ما أقول لك أنه الدعم هو أفضل من السنوات الماضية لكن لا بأس به نحن نشكر جميع الجهاد التي تتعالنا سواء الرسمية أو الرعاة 41 نقطة هي من تحصل عليها الفريق الموسم الماضي لذلك هو مطالب بمصالحة جماهيره وتحقيق أفضل النتائج بعد الدعم المقدم له من إدارة النادي استعدادنا جيدة المباراة ديالة تعرف بداية المباراة صعبة بس إن شاء الله نحن قدها وإن شاء الله نقدم مباراة ونبدأ بداية موفقة ونحقق بها ثلاث نقاط ونرضي بها الكادر التدريبي ونرضي بها جماهير نادي أربيل تعاقدات مميزة أبرامها فريق أربيل قبل انطلاق موسمه الكراوي فهل ستشكل الإضافة المرجوة له في دخول دائرة الصراع لقب دور نجوم العراق فاضل الحمداني العراقية الرياضية أربيل في الجولة الأولى لدور نجوم العراق كثف نادي الكرخ من تحضيراته استعدادا لمواجهة نفط البصرة المزيد مع أرشد لم يتبقى سوى القليل وينطلق دورنا بموسمه جديد ها هو واحد من الأرقام الصعبة في المسابقة المحلية يضع جهازه الفني لمساته الأخيرة قبل التوجه للبصرة الحديث هنا بالطبع عن الكرخ وهو يستعد لمواجهة نفط البصرة وعينه على النقاط الثلاث وهذا طموح مشروع سيما وأن الكنار يريد أن يكون هذا الموسم مختلف جذريا عن سابقه هذا الموسم يعني أعتقد فريق الكرخ غير يكون إن شاء الله بعد استقلابنا المجموعة من اللاعبين على مستوى عالي الميزانية بصراحة يعني تخطط المواسم السابقة بكثير الموسم السابق بصراحة يعني كنا نصارع في مسألة البقاء الآخر الجولات وهذا الشيء مريدي هذا الموسم لهذا يعني استبشرنا خير باللاعبين اللي استقضبناهم إن شاء الله إن قدفت موسم استثنائي لعبو الكرخ أكدوا عزمهم على تحقيق الانتصار الأولى في الدور مجموعة اللاعبين الحالية تأسعى لتقديم كل ما عندها من أجل تحقيق طموحات إدارة الفريق وجهازه الفنية تعرف تعرف بداية موسم جديد وإن شاء الله عازمين يعني عازمين من البداية عكس ما مرنا في العام الماضي إن شاء الله نادي الكرخ السنة مختلف وإن شاء الله رايحين للبصرة لنحقق ثلاث مقاط في ملعب نفط البصرة شغف كبير يملك مشاعر كل عشاق دورنا فرغم قصر مدة التوقف إلا أن المسابقة المحلية الأغلى والصراع فيها يشكل المتعة الأكبر لكل عشاق المستديرة في العراق العراقية الرياضية أرشد العطار يستعد فريق كربلا لمواجهة فريق نوروس في افتتاح مبارياته على ملعبه ضمن منافسات الجولة الأولى لدور نجوم العراق المزيد مع حيدر الحاج استعداداً للموسم الكروي يجري نادي كربلا آخر وحدة تدريبية لمواجهة نادي نوروس افتتاحاً لمشواره في النسخة الثانية من دور نجوم العراق الإدارة الفنية الجديدة أكدت جهزية الفريق لمواجهة الفرق المنافسة على المراكز الأولى في الدورية من خلال هذا القرار نحن لا يمكننا أن نجيب لاعبين إلا لاعبين المسجلين على السيستيم أو اللاعبين اللي يلعبون برديف أو باللاعبين الشباب فنفرض واقع حال علينا نحن يجب أن نتكيف ونعمل بهذا الواقع الحمد لله يعني أنا يمكن من خلال أعدادي للفريق اللي هو غير متكامل أنت تعرف نحن نادي كربلا آخر فريق عد يعني تدي العقوبة اللي طالت وبعض الأمور وقدوم المدرب الإسباني وبعدها ترك الفريق أكيد هذا ضاعت أيام على أعداد الفريق فأنت ما ممكن أنه تعد فريق وتنزل بمنافسة شرسة خلال 15 يوم اللاعبون من جهتهم وصفوا استعدادات النادي وانسجام عناصر الفريق بالمشجعة لحظ النتائج طيبة تساعد الفريق على مواجهة الفرق الجماهيرية والبقاء ضمن فرق الصدارة فريق نوروز فريق محترم منتخم بالنجوم لعبين منتخم مدرب على مستوى عالي لكن نحن بتطبيق كابتن كابتن حسن وكابتن تدريبي واللاعبين الشباب إن شاء الله عازمين ومصرين على نتيجة طيبة تليغ بفريقنا وبجمهورنا والكابتن تدريبي وإحنا كلاعبين إن شاء الله نوعدهم إن شاء الله نتيجة طيبة إن شاء الله رغم العقوبات اللي صادرت بحق النادي إحنا فريق الآن أغلب شباب واستعانينا أكثر من لاعب من الشباب والرديف إحنا راح اشتغلنا على مسألة التنظيم الحقيقة التنظيم بشكل عام للفريق إحنا ممكن اللاعبين اللي موجودين الشباب راح يؤدون الأسلوب اللي إحنا انتهجناه والكادر التدريبي وخاصة اللي انتهجناه بالمباريات التجريبية رغم حرمانه من التعاقدات الجديدة والاستعانة بلاعبين شباب نادي كربلا يعد جماهيره بتحقيق نتائج ضيبة في النسخة الثانية من دور نجوم العراق حيذر الحاج العراقية الرياضية كربلا المقدسة هذا ويواصل فريق النجف تدريباته استعدادا لملاقات نظيره النفط تحضيرا لمباراته الأولى بدور نجوم العراق أحمد الموسوي معه المزيد بعد معسكر وأربع مباريات تجريبية في أربيل فريق نادي النجف يواصل وحداته التدريبية تحضيرا لمواجهة فريق النفط ضمن الجولة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم بنسخته الثانية موسمي الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين استعداداتنا جيدة اجرينا معسكر تدريبي في محافظة أربيل لعبنا أربع مبارات تجريبية الفريق ان شاء الله يبشر بخير وبعد اجراء القرعة أنه كانت القرعة متوازنة بالنسبة لفريقنا الحمد لله كان المعسكر والفترة ملبية للطموح شوي بحاجة الفريق انسجام هذا الشيء سيكون مع الدوري حالنا من حال جميع الفرق ان شاء الله البداية ستكون على ملعبنا وهذا سيأتينا دافع معنوي فريق الغزلان القادم بقوة لهذا الموسم من الدوري تم تعزيز صفوفه بعناصر جديدة وتدريبهم على مستوى عال من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترضي الجماهير المتعطشة للانتصارات في مباريات الدوري اكيد احنا بالنسبة للحراس المرمى احنا حراسنا العام الماضي واضفنا الحارس علي كاظم هذا الموسم حارس جيد اضافة ان شاء الله رح يكون له الحراس تدريبهم على مستوى عالي قدموا مستويات ومباريات التجربية ان شاء الله مستعدين وتم الاستعداد المباريات الدوري نقول الحمد لله وضع زين وان شاء الله رح نثمرها بالأول لعبوية اللي نفذ اتمنى من الله عز وجل ان يوفقنا وخاصة احنا صار عمل علينا اكثر لان العام حققنا مركز الرابح لازم قبل ما نفس الفريق نفسنا نكون احسن من العام ان شاء الله الفريق الذي حلى رابعا في الموسم الماضي يسعى لتقديم الافضل خلال هذا الموسم ويرفع من سقف طموحاته ليكون في المراكز الاولى وهذا ما ستسفر عنه المباريات القادمة احمد الموسوي قناة العراقية الرياضية النجف الاشراف اعلن فريق القاسم استعداده لمواجهة نظيره نفط ميسان ضمن الجولة الاولى لدور نجوم العراق لكرة القدم فريق القاسم المعزز بالمحترفين ينهي استعداداته الكروية لدوري نجوم العراق في وقت خاض اربع مباريات ودية انتهت جميعها بالفوز لصالحه خلال معسكره التدريبي الاخير اسبوعين تقريبا نحن بدانين الفترة تحضيرية لكن الحمد لله المعزز لبط طموحات لعبنا اربع مباريات والحمد لله فزنا بالاربع مباريات يعني الفريق باذن الله يعني على قدر المسؤولية كلهم اللعبين يعني حتى كان تساعدين معنا الاداريين والادارة وهذا الشي يعني اللي ساعت بنجاح المعسكر الحمد لله الفريق سيستهل مشواره في دوري نجوم العراقي لهذا الموسم بملاقات فريق نفط ميسان على ملعب النجف الدولي وسط طموحات الملاك الفني والاداري للفريق بتقديم اداء جيد وافضل من المواسم السابقة استعداداتنا جيدة هناك بعض السلبيات اللي رافقت اعداد الفريق منها اعداد نيل متخر بس بنفس الوقت الحمد لله والشكر الكادر التدريبي اشتغل ضمن سقف زمني يعني قصير فترة الاعداد ودخلنا مع اسكر تدريبي بشمال العراق وكان مع اسكر ناجح داخلين داخلين بقوة هذا الموسم وان شاء الله طامحين نتائج ايجابية ونبتعد ان شاء الله عن مناطق الهبوط اللي جاي نعاني بها كل موسم ان شاء الله التوفيق لللاعبين كادر التدريبي ايضا وعلى الرغم من مدة الاعداد القصيرة الا ان فريق ناد القاسم يبدو على جاهزية عالية من حيث اللياقة البدنية والتكتيك الخططي والفني لخوض مباريات الدوري تغلب غاز الشمال على الكهرباء ب87 نقطة مقابل 86 نقطة ضمن منافسات دور المحترفين بكرة السلة ضمن منافسات دور المحترفين بكرة السلة استقبل نادي غاز الشمال نادي الكهرباء صاحب الارض مستعد وبقوة للظفر بالفوز بهذه المبارات اما الضيف فقد اعد العدة جيدا لهذا اللقاء الحمد لله شكرا توفقنا بالمبارات اللولة ضد فريق عريق فريق نادي الشرطة اليوم راح نحاول نثبت نفسنا أمام الكهرباء اليوم المبارات ما تخلى من الصعوبة مبارات صعبة الكهرباء اسم حاصل على الدوري 4-5 مرات ان شاء الله نحاول نكسب نقاطنا محافظة كاركوكو بقاعتنا حتى نبقى داخل الثمانية الكبار ان شاء الله تكون مبارات حلوة نستمتع بها الجمهور وان شاء الله تكون منصالحنا على المبارات المبارات صعبة تكون افتتاح دوري فريقنا الحمد لله وشكر استعدنا استعداد جيد بدنا تمارين قبل شهر تقريبا استقطبنا محترفين صعبة شوية تأخرة والتحاق ويا الفريق بس حضرة لعبة ومارتين ثلاثة ويا الفريق ان شاء الله ما عندنا مشاكل لمبارات اليوم الربع الاول شهد تقاربا كبيرا في الاداء لتكون هجمة للضيف تقابلها اخرى لصاحب الاظ ولينتهي الكوارتر الاول بالتعادل بتسعة عشر نقطة لكل فريق الربع الثاني كان بنفس سرة من الشوط الاول لينتهي بفارق نقطة واحدة ليسجل الضيوف نادي غاز الشمال طبقوا تعليمات المدرب حرفيا ليسيطروا على مجرياته ولينتهي الكوارتر الثالث لصالحهم بواحد وستين نقطة مقابل ست وخمسين للضيف نادي الكهرباء الربع الاخير تعجل فيه الحسم حتى اللحظة الاخيرة ليثبت لاعب نادي غاز الشمال علو وكعبهم وليثبتوا انهم رقب صعب بين جماهيرهم وارضهم وليتغلبوا على نادي الكهرباء في ثاني انتصار على التوالي ضمن منافسات دور المحترفين بكرة السلة الحمد لله والشغل الهم انه حققنا الانتصار هاي ثاني مباراة بأرض حقق بيها الانتصار بكل استعقاق وبرغم انه شونا ما شفت خمس لاعبين طلعنا خمس فولات بس الحمد لله اللي نزل بالساعة شان احرص وهذا الشي راح ارجع اقول لك نفس البولات سابق انه احنا جاينا بروح العائلة بروح الفريق واحد الكل تساعد الكل تلعب كعائلة وحدة والحمد لله قدرنا نحقق وراح اضطل هاي البصمة موجودة واللي يجي بكركوك لازم يحسب حساب كل تشبير الغاز الشمال لان اي فريق راح يجي هنا للكركوك ما راح يطلع فويز نهائيا غاز الشمال يحقق انتصاره الثاني ضمن منافسات دور المحترفين بكرة السلة وهذه المرة على الكهرباء ب87 نقطة مقابل 86 العراقي الرياضي حسام كريم كركو احرز منتخبنا الشبابي للمواي التاي المركز العاشر في بطولة العالم التي اختتمت في العاصمة التايلندية بنكوك بنيله 14 وساما بواقع اربعة اوسمة ذهبية وفضيتين وثمانية اوسمة نحاسية رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي اكد ان النتائج الايجابية التي تحققت في منافسات بطولة العالم لها اثر كبير لدى ابناء اللعبة مشيرا الى ان اللاعبين الابطال قدموا مستويات اكثر من رائعة واستحقوا اوسمة التفوق بالرغم من المنافسة الشديدة بين لاعبي الفرق الاخرى المشاركة بالبطولة مشاهدين الكرام للمزيد من الاخبار وابداء الاراء والملاحظات يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وانستجرام شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء